السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في موضوع جديد من مواضيع سنة الأولى متوسط لغة عربية فرض الفصل الأول قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حكذا باش يصلكم كامل الفيديوهات نحطوهم نبدأ بسم الله بالنص كان الظلام يلف المدينة الهادئة وكانت أم خالد تجلس وحدها في تلك الليلة الباردة إنه وقت رجوع ولديها لقد انقضت ساعة كاملة ولم يعودا بدأ القلق يراودها اتجهت إلى النافذة المطلة على الشارع وتمنت لو أنها استطاعت أن تناديهما بدأ الخوف يسيطر عليها رغم أنها متعودة على الوسر والعسر إن قلبها يحدثها أن مكروها قد حدث لهما لم يطل الانتظار إذ سرعان ما سمعت جرس الهاتف يرن نورنينا عاليا متصلا وتلقفت السماعة ويداها ترتجفان فإذا به صوت ولدها الأصغر قال الإبن والدموع تكاد تخنقه لا تجزعي يا أمي ولكن لا بد من حضورك حان إلى المستشفى لقد أصيب أخي إصابة خطيرة في حادث مرور أسرعت الأم ترتدي ملابسها ونزلت إلى الشارع وهي مضطربة لتقفز في أول سيارة أجرة تقلها إلى المستشفى دخلت الأم المسكينة مسرعة تبحث بعينين زائغتين في القاعة الفسيحة ولمحت وجه ابنها الأصغر فأسرعت إليه وهي تبكي تسأله في لهفة وبصوت ممزوج بالدموع أين هو؟ خذني إليه وعلى هذا هو النص نحن نقرأه مش حال المرات نجرى هم كذبين نحن نقرأ النص قراءة تالية عدة مرات ثم أجب عن الأسئلة التالية نحن نجلبها الأسئلة في نفس الوقت ونفهمه في النص وعلى أفهم النص سيغ فكرة عامة مناسبة للنص سيغ فكرة عامة قلت لكم دائما من يقولون سيغ فكرة عامة لنص يكون يهدرنا على موضوع معين مرات الفقرات تكون مقسمين يكون الفقرات تهدرنا على جزئية من هذا الموضوع نحن نقرأ أفكار صغيرة والليموها في فكرة عامة مرات النص كامل يهدرنا على موضوع واحد كما هنا النص كامل على وش يهدرنا شا هي الفكرة اللي راه يدور حولها النص شا هو الموضوع اللي راه يهدرنا الكاتب فيه هنايا في هذا النص هنا الكاتب قرأ ويصفنا بللي هاد الأم كانت قلقة وكانت حيرانة على الأبناء تحاو خايفة ليكون سرالهم مكروه خايفة ليكونوا كاش مصرالهم فهذا كامل النص هذه هي الفكرة الوحيدة اللي راه يحكيها كامل النص فكيفاش نسيغوها؟ نقدرنا نقول حيرة الأم وقلقها على ولديها حين تأخرا في العودة إلى البيت هذا هو الشصرة هما تأخروا مجوش في الموعد فهي قلقت سرالهم شي حاجة هذه هي كامل الفكر فهنايا ندروا الأجوبة الفكرة العامة الفكرة العامة حيرة الأم وقلقها على ولديها حين تأخرا على العودة إلى المنزل المنزل هذه هي الفكرة العامة نروح نشوف السؤال الثاني يقول اشرح الكلمتين تقللها لمحة دائما كيعطوكم شرح كلمات روح وشوفها ونراها في النص تقرأ تقرأ الجملة التي فيها هذه العبارة تقدروا تفهموا المعنة هذه العبارة في النص لتقفزة في أول سيارة أجرة تقلها إلى المستشفى بالدرجة تأخذها إلى المستشفى تقرأ 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 نرى الكلمة الثانية وهي لمحة هنا دخلت الأم المسكينة مسرعة تبحث بعينين زائغتين في القاعة الفسيحة ولمحت وجه ابنها الصغر شفته ولمحت وجه ابنها الأصغر شفته شفته رأت ورأت وجه ابنها الأصغر فهنا يلمحت رأت ورأت وأنا جاوبنا على هذا السؤال ونرى ثالثا نقل لك وظف الكلمة الآتية يراودها ما معنى تها يراودها؟ في جملة مفيدة من إنشائك نحن نحوص في النص على كلمة يراودها ونرى شاهل معنى التي تتقبلها هذه الكلمة ها هي بدأ القلق يراودها يعني بدأ القلق يجيها هكا معنى تها فهنا يخصنا نديروا يراودها في جملة من إنشاءنا أنا غادي نبقى في نفس المضمونة عن نص ونعطيكم جملة تتحدث عن حيرة أو قلق الأم فوش غادي نقول الجملة اللي غادي أنا ننسيخها؟ قلق ابني في العودة إلى البيت فبدأت أفكار سيئة تراودني يعني بدأت أفكار سيئة هكا تلعب براسي بدأ الشيطاني لعب براسي كما نقولوا إحنا في الدريجة فنقولوا تأخر ابني على العودة إلى البيت فبدأت أفكار سيئة تراودني شوفوا دايما بش تديروها كجملة بشأن قلت تراودني على الماضي فبدأت أفكار سيئة تراودني سيئة ت signal تقدروا أن تديرو الجملة تراودني فقالوا يتديرو الجملة وضع فيها القلق يراودها أو القلق يراودوني وعندما تكون الجملة تحكم صحيحة حتى لو لم تفهمتوا المعنى على الكلمة اللي طوهالكم بعدها قالوا لكم ما سبب قلق وحيرة الأم شوفوا دائماً من يعطوكم أسئلة على النص هذك السؤال والتنين اللي يعطوه لكم عرفوا باللي يدخل في الفكرة العامة دائماً غيرتوني أسئلة من الأفكار اللي كانت في النص فهنا يقوموا ما سبب قلق وحيرة الأم وحنا يوشقنا في الفكرة العامة حيرة الأم وقلقها ولنا قد نقول حيرة وقلق الأم على ولديها ونكملوا العبارة تعنا فهنايا دائماً استغلوا السؤال يعطوه لكم وسيغوا به الفكرة العامة لتحكم فقالنا ما سبب قلق وحيرة الأم سبب سبب قلق وحيرة الأم أنه ابنيها جاءوا متأخرين للدار بالأحرى ما جاءوا يتأخروه في العودة للمنزل هذا هو السبب قلق وحيرة الأم فهنايا قلق سبب حيرة وقلق الأم تأخر ابنيها في العودة إلى المنزل بعدها قالوا أنه في النص بعض مظاهر حنان وعطف الأم استخرج ثلاثة منها نستخدم مظاهر حنان وعطب الأم وهي مضطربة لتقفيزها في أول سيارة أجرة تقلها للمستشفى كانت مقلقة لأولادها في الفقرة الأخيرة وهي تبكي تسأله في لهفة صوت ممزوج بالدموع بعينين زائغتين برك ثلاثة ثلاثة منها ثلاثة منها ثلاثة منها ثلاثة منها ثلاثة منها أتعلم قواعد اللغة أعرف تحتها وخط في النص نذهب إلى عربه نرى أول كلمة كان الظلام يلف المدينة الهادئة المدينة نرى أول كلمة كان الظلام يلف المدينة الهادئة 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 كلمة مفردة اسم منصوب اسم منصوب ما يمكن أن يكون اسم منصوب ما يمكن أن يكون صفة أو نعت صفة أو نعت يمكن أن يكون حال هنا هذه الهادئة هذه صفة أو حال هذه صفة نعت كيف نعرف هذا صفة أو صفة أو حال الحال أصلا اسم نكرة لا يوجد ألف أو لا معرفة والصفة تكون معرفة وتكون تابعة للمنعوت هذه معرفة هذه معرفة هذه معنثة هذه مفرد هذه مفرد كيف نفرق بين الحال والصفة؟ الحال نكرة لا يوجد أن نجاوبي على السؤال كيف حالة والصفة توصف لنا يجب أن نجاوبي على السؤال كيف يكون نكرة هذا حال نجاوبي على السؤال هنا يوجد اسم معرفة ويتبع الموصوف هنا يقول نعت بسم الله الإعراب الهادئة نعت أو صفة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الفتحة الظاهرة على آخره نرى الكلمة الثانية جرس الهاتف إذ سرعان ما سمعت جرس الهاتف يرنه رانينا عاليا المتصلا يرنه أكيد فعل فعلك ماضي مضارع يرنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة على آخره هذا إعراب بسيط يرنه يرنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظامة الظاهرة على آخره آخره هكذا نكون من من الإعراب نرى السؤال الموالي قالوا استخرج من الفقرة الأخيرة فقط الفقرة الأخيرة ألف نعتا حقيقيا محددا من عوتا نعتا حقيقي من الفقرة الأخيرة يعني هذه الفقرة دخلت الأم المسكينة مسرعة تبحث بعينين زائغتين بعينين كيف الحالة تحب زائغتين كيف نعرف بين الحال والصفاء قلنا يكون اسم نكرة وهذا هنا يجاوب على كيف كيف كانت العينين زائغتين دخلت الأم المسكينة مسرعة تبحث بعينين زائغتين كيف كانت العينين زائغتين فهذا حال وقالوا نبين نوعه شهي أنواع الحال أن يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة هنا كيف شره؟ مفرد زائغتين مفرد فهنايا نكتبه ألف حال مفرد زائغتين ثم 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 ضميرا وبين نوعه يعني مفرد يكون متصل كما يكون شاسق في الكلمة يكون منفصل هنا نقول هيا ضمير منفصل آخر حاجة قلنا فعلا مبين نوعه جي نخرجه يرنو فعل مضارع فعل مضارع نخرجه يرنو فعل مضارع تكملنا 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 مع اتعلم قواعد لغة نروحه اتذوق النص قالوا انه ما نمط النص ما نمط النص النص وشراه يدير هنا يا الكاتب شوف وهي منطاربة بعينين زائغتين بسوس ممزوج بالدموع في لهفة المدينة الهادئة هنا كثرة الصفات والأحوال في النص صفات والأحوال الكاتب يوصف في حالة معينة يوصف في حيرة الأم نمط وصفي نمط النص وصفي أم بعد قالوا انه استخرج من الفقر الأولى كلمتين متضادتين كلمتين متضادتين اليسر العسر اليسر العسر اليسر العسر السياق قرأت النص فوجدته يشبه نص فهم المنطوق في انتظار أمين التعليم السلود في عشرة أسطر أهم أحداثه موظفا الضمير وأنواعه علامات الوقف علامات الوقف علامات الوقف ضمير منتصل ولا ضمير منفصل نوصف الضمائر وعلامات الوقف هنا قرأت النص فوجدته يشبه نص فهم المنطوق في انتظار أمين عندما يستخدم نص المنطوق في انتظار أمين يجب أن يكونوا التعليم الموضوع سيكون يهدر على نفس الحاجة التي يهدر فيها النص يعني يهدرنا على قلق الأم وحيرتها كي يتأخر الولد هنا في انتظار أمين الأم تأخر أمين بعد تسنى فيها تسنى فيها تسنى فيها تأخر فقالت خلاص ما غير يأتي في الأخير أمين جاء ولكن تأخر فالأم هنا احتارت وقلقت وقالت تجوها أفكار سيئة فهذا هو النص نهدر على أهم الأحداث في عشرة أسطر كيف نبدأ النص هنا يعمل لخص النص لخص ونص في انتظار أمين كيف نبدأ النص في انتظار أمين فالأم جاءتها رسالة من أمين لأنه يسكن في المدينة وهي تسكن في الريف جاءتها رسالة تقولها باللي من ابن التاحة يقولها باللي اراني جاي عندك في العيد كانت أيام عيد يقولها اراني جاي عندك وهي تقعد تحضر في العشة التاحة وبعد كنت تشوفوا الاخر تقول بلك مرتوا حكمت فيه وقتلوا ما تجيش عنتي هذا هو مرخص النص فهنا يخصنا نبدأ كنا نبدأ واش نقولوا نقولوا تلقت الأم رسالة من ابنها أمين يخبرها شفو هنا يخبرها هذه هي ضمير متصدنا مطفف ضمائر بشكل تلقائي يخبرها بأنه أو بأنه قادم لزيارتها يوم العيد هذه هي تكون عنها المقدمة من بعد يبدأ يتأخر وتبدأ هنا يبدأ العقدة يبدأ الأم تحتار وتقلق وتبدأ تراودها أفكار تراودها أفكار سيئة انه مرته هي اللي مخلته شيجي وكع من بعد في الأخير الخاتمة سوف نبدأ بالمقدمة سوف نبدأ بالمقدمة أنه قادم لزيارتها يوم العيد إذا كمنا إذا كمنا العبارة سعنا هذه إذا كمنا ندروا نقطة إذا ما زالنا نحضره ندروا فاصلة فتلهفت الأم لزيارة لزيارة ابنها فأعدت لزيارة 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 ثم تذكرت ثم تذكرت أن ابنها أكد لها زيارته في الرسالة التي حملتها ووضعتها على صدرها قلوب لي ظلت على هذه الحالة ندروا فاصلة ظلت على هذه الحالة حتى كرهت وذهبت لتخلد إلى النوم وفجأة ندروا فاصلة وفجأة سمعت طرق الباب إنه هو ندروا ثلاثة نقاط ثلاثة ثلاثة أو و يتم أكثر فأصلا يكملatherine ثلاثة نقاط محاولت ثلاثة النقاط or قم قام تحقيق نقاط ثلاثة نقاط ثلاثة أولئة ثلاثة نقاط تلت نقاط هدوه مع علامات الوقف استعملناهم قالوا اننا استعملوا ثانيك الضمير وانواعه هنا يشوفوا وش استعملنا استعملنا نروحون نتأكدون نشوفوا وش استعملنا استعملنا كامل الضمائر ولا لا هنا هي لابنها لزيارتها هاد الهاء هاد الهاء ابنها هنا ثانيك فهنايا استعملنا ضمائر المتصلة في الاخير انه هو هو هنايا ضمير منفصل استعملنا ضمير منفصل وستعملنا ضمائر متصلة فهنايا نكونوا تقيدنا كامل وش طلبوا منا ونكونوا ندرنا النصف نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع ونطلقوا في موضوع اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة